بخصوص هذا الخبر الهام طيب خليني بالتحديد أتكلم بقى عن الفريق الأول لكرة القدم به النادي الأهلي وأخبار التدريب بعد المطش الودي مبارح الأهلي كان عنده تاني مباراة ودية بالأمس أمام فريق أسوان المباراة كانت مهمة اتلعبت على أستاذ الأهلي والسلام وأكيد كانت مفيدة جدا لكولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي في تاني تجاربه الودية قبل المباراة الرسمية اللي هتكون مع الاتحاد المنستري في ذهاب دور ال32 من بطول الدوري أبطال أفريقيا واللي إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيها بشكل كبير جدا خلصت المباراة مبارح بفوز النادي الأهلي من نتيجة 2-1 أحرز أهداف النادي الأهلي طاهر محمد طاهر وحسام حسن لمناسبة حسام حسن واضح أنه من اللعيبة اللي محتاجة تعامل نفسي بشكل معين وتقريبا كده تقريبا كده التعامل النفسي اللي هو مستنيه لأمن خلال كولر ما كانش موجود خالص بصراحة مع موسماني التعامل ده أو الجانب النفسي ده بالتحديد مع حسام حسن لكن واضح أن المدرب الجديد بصراحة في الجانب النفسية شاطر فيها قوي مش مع حسام حسن بس لا مع الفرقة كلها لأنه بنشوف حماس كبير جدا بنشوف يعني دوافع كبيرة قوي قوي بالنسبة اللي عابين فيه النظام كمان مبهر فيه التدريبات وأمور عديدة إن شاء الله بإذن الله بتبشر بكل خير في الموسم الجديد يعني فحسام حسن بيتقلق المباراة تانية على التوالي على المستوى الودي طبعا الودي غير الرسمي لكن أنت تجيب جنين في مطشين سواء قدام بيتروجيت أو حتى قدام أسوال مبارح فده بيديك سوكة كبيرة قوي قبل بداية موسم مهمة بالنسبة للفريق طاهر كمان بيجيب فاول جن من فاول حلوة قوي فبالتالي انتصار مهم لسه المباراة الأخيرة هي اللي حتكون أهم بالتحديد فيه الإطار الودي قدام طلاعي الجيش يوم الخميس اللي جاي عشان تختم استعداداتك بهذه المباراة للمواجهة الأبرز والبداية والانطلاق اللي إن شاء الله تكون مناسبة جدا للنادي الأهلي في بطولة دولة أبطال أفريقيا سعيا نحو عودة هذا اللقب لدولة بطولات النادي الأهلي اللي غاب موسم واحد بس السنة اللي فاته بالتالي النهاردة يعني الفريق وصل تدريباته بشكل سريع وكمان في المران الصباحي بالتحديد وهو مران الوحيد للنادي الأهلي النهاردة كان في مقر النادي بمدينة نصر هنا سؤال الناس هتقولك يا جماعة هو ليه الراجل راح يمرن الفرقة في ملاعب الأهلي في مدينة نصر بمنتهى البساطة عشان برضه هتلاقوا أصوات كتير جدا بتقولك أصل الراجل مش عاجبه أستاذ مختار التتش والكلام ده مش حقيقي وكل يوم بنوعد نقولك القصة دي بس تلاقي ايه الناس بتحاول تمسك في الموضوع ده وتخلق يعني ايه نوع من أنواع الجدل شوي وده احنا متعودين عليه لكن دورنا ان احنا نرد بمنتهى الصراحة والوضوح وبنتكلم في الحقيقة ما فيش اي مشكلة بالنسبة لكلر مع أستاذ مختار التتش اطلاقا هتقولي طب هما ليه راحوا يتمرنوا في مدينة نصر أقولك ده مش أول مران للأهلي في مدينة نصر انبارح الصبح كان فيه برضه تدريب تدريب خفيف كده قبل مطش الودي اللي كان الساعة أربعة وكانوا هناك في مدينة نصر طب ليه في مدينة نصر لأن فندوق اللي قامت غير بقى في التجمع الخامس بالتحديد من غير ما نقول اسم الفندوق فالتجمع الخامس ليه رحنا التجمع الخامس عشان قريب من استاذ الاهلي والسلام اللي عليه المباريات الودية فبالتالي أقرب ملعب بخصوص التدريبات بالنسبة للفندوق اللي الاهلي راح له دلوقتي بيكون فيه معسكره المغلق في التجمع هو ملعب الاهلي في مدينة نصر بمنتهى البساطة فيش حاجة غير كده عشان حدش يحاول يقول لك أصل ما عجبوش إيه وعجب وإيه وكلام من ده وده طبعا عشان يعني توفير للمجهود وما يبقاش فيه إجهاد وانت رايح في الطريق من التجمع للجزيرة والزحمة وكلام من ده قال لك لا طب احنا عندنا الملعب بتاعنا في النادي بتاعنا الفرع التاني في مدينة نصر والملعب عجب الراجل جدا مبارح برضو نفس زي ما عجبه استاذ مختار التش وعشان كده خد قرار ان هو يتمرن عليه وحيرجعوا تاني بعد كده على فكرة استاذ مختار التش ده طبيعي بس هي الفترة دي بالتحديد يعني فور انتهاء المعسكر اللي حيخلص يوم الخميس اللي جاي بالمباراة تلاقي على الجيش حيبقى فيه راحة يوم الجمعة يوم استبت الأهل يستقنف تدريباته على استاذ مختار التش بس كده عشان دينية تبقى واضحة فبالتالي التدريبات كانت مؤمنة زي ما حراركم شايفين كده اللقطات تدريبات فيها بعض الجوانب البدنية والفنية والخططية ويمكن تم تقسيم الفريق لمجموعتين مجموعة كانت لها تدريبات يعني معينة في الجانب البدن ومجموعة أخرى كانت لها تدريبات بالجري حول الملعب كانوا من أنواع الاستشفاء بعد المغراء الودية بالأمس الأمور ماشي بشكل كويس النهاردة كمان كان فيه محاضرة من كولر محاضرة نظرية اتكلم فيها عن بعض الجوانب الفنية ممكن يكون عنده بعض المحاضات مثلا عن مباراة الودية مبارح في نفس الوقت هو أكيد تفرج بشكل كبير على فريق محترم والقوي جدا فريق اتحاد اللهم منستيري فأول بأول كده بيتكلم عن هذه المباراة من خلال هذه المحاضرات المباراة اللي هتتلاحب طبعا يوم 9 أكتوبر المجبل في زهاب دوري 32 من طول الدوري أبطال أفريقيا الأمور ماشي بشكل جيد للغاية ومبشر جدا الأهم دايما بالنسبة لنا كجماهير الملعب المباراة الرسمية ان شاء الله نشوف حاجة تمزجنا حاجة كده تكون ايه على صعيد الأداء والنتائج عندنا يعني صوقة كبيرة جدا نحن هنشوف الاتنين مع بعض بس مش مجرد أول مباراة أكيد هتاخد وقت واحدة واحدة مدرب جديد يبقى ملم بكل الإمكانات بتاعت كل اللعبين الصفقات الجديدة اللي حتيجي أو اللي جات أي كلام يعني أي الحاجات المهمة أو الكلام المهمة جدا اللي بيتعلق بالفرقة الرجل حيكون ملم به بشكل كبير قوي قبل المباراة الأولى أمام الاتحاد المنستيري وحتى بعديها ممكن يكون لسه في بعض النواقص مع الوقت محتاجين شوية صبر وإن شاء الله هنشوف فرقتنا بالشكل اللي احنا عايز اشتركوا في القناة